بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالكم يا شباب اليوم مرجعت لكم بمقطع جديد اسطوري جدا جدا بالقناة لانه مثل ما شفتم من عنوان المقطع هاي اللعبة حاليا لامامكم رح احاول انزلها على الستيم اذا مداني اكملها للنهاية لانه مثل ما تعرفون يعني انا العاب سويت جدا بحياتي يعني ولكن ولا واحدة كملتها للنهاية اسويها بس للتسلية والمتعة والمرح وهي الحركات ولكن هاي المرة قررت شوي اكون جدي بالموضوع وفعليا اشتغل على لعبة بحيث انني لعبها كلنا مع بعض يوما ما بالمستقبل طبعا اول شي حابب اوريكم اياه هو المشهد الخرافي اللي معانا هنا واتمنى منكم تقيمونه من عشرة بالتعليقات انا مالي دخل رح اترك لكم حرية التعليق زي ما شايفين حاليا المشهد الرهيب حطيت حاليا قرش يسبح ويعوم يا حبيبي على هاي الجزيرة الجدا رهيبة ومعانا صديقنا المفضل التمساح اللي حركة التمساح لوحدة اخذت مني ثلاثة ايام شغل متواصل يا جماعة كل يوم خمس ست ساعات اشتغل بس عشان اخليه يتحرك بهي الطريقة بالله عليكم بس كيف يعني والله اتوقع لنتيجة جدا مستهلة فلكل مجتهد نصيب يا جماعة كل ما تتعب بالشغلة كل ما تحصل اكتر نتيجة تعبك طبعا هاي اللعبة لعبة مولتيبلير لعبة اونلاين طبعا خليني ادخل بس اوريكم على السريع واثبتلكم هاي الشي انو كيف لعبة اونلاين قبل ما ندخل فقرة الاونلاين اوريكم كيف ممكن نلعب اكتر من الشخص الان بس بدخل بشرح لكم كم شغلة على السريع عشان يكون عندكم علم فيها وما تكونوا ضايعين يعني فالان بسوي سيرفر وبدخل على السريع يعني بسوي روم وبدخل طبعا زي ما شافين اول من ندخل معانا هنا للجزيرة الرهيبة هاي بتشوفون انا بنصي صغير مكعب هاد المكعب طبعا نحاطه هو عبارة عن نقطة الرسبون تبع اللاعب انا حاطت تقريبا عشر نقاط بتوزع بشكل عشوائي على هاي الجزيرة اللي معانا هاي نقطة وهنيك نقطة واللي بعد نقطة ولكن الان نوعي الف وراي شوف معانا القرش هنا بلف وراي حاليا بس بوريكم الجزيرة الرهيبة اللي تعبتني جدا والجرافيك هادي اللي جدا جدا برضو تعبني كمان لان الجرا على برنامج اليونيتي جدا صعب انك تحصل نتيجة حلوة على عكس المحركات الثانية للالعاب فزي ما شايفين حاليا طلعت بهي النتيجة يا جماعة الخير ما ادري الصراحة ولكن اتوقع لسه ممكن احسنها اكتر اما بالنسبة للارضيه طبعا رحط لسه عشب هذي الارضيه ما رح تبقى هيك ابدا فهي المكعبات الابيض عبارة عن نقطة رسبون لللاعب اتما تلكم احتمال رسبن هنا يرسبن هناك وهناك والاخر يحاطينا عشر اماكن زي ما شايفين خلينا اوريكم هذا مكان وهذاك مكان وهذاك مكان والاخرية بالنسبة للشخصية اللي حاليا انا عم بلعب فيها طبعا هاي الشخصية كمان يعني من ضمن الاشياء اللي اخدت مني وقت جدا باللعبة هاي الشخصية طبعا مو كل مرة بتدخل بترسمن بهي الشخصية تمام هاي الحركة صراحة من زمان نفسي جدا جدا كانت انه في لعب معينة تسويها بحيث انه كل ما ادخل الجيم يعطوني شخصية غير عشوائي عشان انا استمتع ما امل فحاليا سويتها بلعبتي اليش لحتى ما اسويها كل ما تدخل بيعطيك شخصية مشروطه تكون بنت طبعا ممكن تكون رجل ب altre شخصيات طبعا ما اني صممتهم ببرنامج البلندر انا جبت هاي شخصية فاضيه مثل ما بيقوله هيكل او ش هيك يعني انا بنيت عليه للوان هي انا حطيت عليه في الآلوان الكنزة الشعار اللي فوق بيجيك هيك بس كالهوك ابيض يعني انت لازم تلون تمام فانوا عطيتها هاي الالوان وفي عنا خمس شخصيات من شخصية البنت في الوان مختلفة خمسة شخصية من شخصية الأولاد او الوان مختلفة الان fathers 4 ومم تكون مختلفة ولكن لازم بالاول نروح نسلم مع صديقنا التمساح ولسه في حيوانات تانية ناوي احطها مثل العقارب سلطعين وهي الحركات ما ادري اذا تنقل سلطعين اتمنى لحد يدقق سلطعون يعني فين صديقنا القرش السماء جاء والله تمساح الرهيب هذا معنا شوف معنا يا جماعة الخير هذا هو التمساح بالله عليكم اعطونا تقييم كمان برضو مرة على التمساح اشوف هذا هو القرش زي ما شايفين القرش يروح ويرجع انا احط له حركة يلف حول المكان ويرجع لنفس المكان تمام كان يمديني طبعا نحط له حركة عشوائية بس كنت جالس يعني احاول اتدرب شوي على الموضوع كيف يمكن يسويها وهي الحركات فزي ما شايفين هذا هو التمساح بيمشي من هنا بيطلع بيروح وبيرجع انا احط له النقاط هنا طبعا هاي النقاط رحاول اوزعها بشكل عشوائي بحيث انه مو كل مرة يرسمي بنفس المكان ممكن يرسمي من هنا ويمشي لهنا ويروح ويفوت يطلع رح نحطها هيك خبيصة تكون حوي يقري يعني امتى يروي طبعا انا ما يعطني ولا يسوي معي اي شي لسا ما حطيتها شي طبيعي مثل اي لعبة لازم كل شي تسوي بنفسك يعني بالنسبة الله القرش اللي معان هنا فين راح القرش تعال نسبح شوي طبعا ما يمديني اسبح محاط انيميشن سباحة حتى تحت المي كمان ما في افكت يعني تحت المي زي ما شايفين هذا هو القرش الرهيب تعال نشوفوا معانا زي ما شايفين طبعا هاد القرش يشي معي قرص جدا مفترس لازم تنتبهوا منو جالس يسبح بالفضة كأنه بس هدا هو بحر يعني زي بتشوفونا حاليا معانا لا تضغقون كثير بمستقبل راح حاولي حط افكت بحيث انه اذا نزلنا تحت المي نشفا ما عدت عارف احكي نفعل هاي الافكت معانا وبنفس الوقت نخلي اللاعب يسوي انيميشن سباحة تمام فروح يا تمساح يا عزيزي السباح منيح لانه الى الان انا ما ادريش تسوي فيك باللعبة طبعا يا جماعة الخير فكرة اللعب الاسرسي الى الان مبالي تمام انا بس حبيت اركز تركيز جدا مهم على الشخصيات وعلى بعض الامور اللي حبيت انا شخصيا اتسلى فيها يعني ما ا فكرة اللعب الان ما ادري ممكن تكون لعبة باركور بحيث ان ننتقل من جزيري لجزيرة ممكن تكون اللعبة سرفش ويتاخد وقت اكتر بكثير طبعا من الوقت المعتاد ونحاط جزيرة ثانى هون طبعا صيتا ورقة مع ليها ز platinumاني ا checking miserable مرحل الجزيرة هنا ويأما بخلي فكرتها بس ندخل نتسلة يعني بشكل عام وندردش ونتسلة مع بعض يعني باركور وهي الحركات يأما بخلي فكرتها انه اعثر على الكنز بهاي الجزر اللي بلاقي الكنز اول واحد بفوز ممكن احطولكم هنا مثلا اللافته لازم تروح الى مكان معين ما ادري لازم افكر بفكرة تكون جدا جدا حلوة وانزلها بحيث ان اللعبة تكون تستاهلة تنزل على السديم يعني ما تكون عن فاضي تمام هاي الجزيرة طبعا كمان فاضي ما فيها اي شي فما رح اروح له رح ندخل فورا طور الاونلاين عشان اوريكم كيف ممكن كل مرة نرسم بشخصية مختلفة بكل مرة لاتس جو تمام هاي اللعبة معنا هن رح افتحها مرة مرتين ثلاثة اربع مرات رح افتح اللعبة حاليا معنا اربع مرات تمام اوكي يلا اول واحد طمع رح نسمي ممكالو تمام بات اوكي حاليا حاطيني اسم الشخصيات ممكالو مصطفى محمود بات اي شي حاليا رح ندخل بالاربع كمبيوترات على اساس يعني ناس تانين عم يلعبون خاني نزلها شو لتحت شان استحكم رح ادخل كلهم براندم ميهم بصراحة ونسمي الريدي بالكل طبعا اللعاح هي ما مهمكم فيها حسنها بعدين بيض جدا طبعا ما ادر صراحة شي جدا عجيب انه ما جالس يجيني او دروب فريم او اي شي لانه داخل باربع من نفس الوقت تشغل نفس اللعبة وغرافيك جدا خرافي وحاطه على الالترا حاليا تمام طبعا يا جماعة زي ما شايفين هاي شخصية الاولى رسمت بهذا المكعب الشخصية التانية اذا بتشوفوه رسما بهذا المكان اذا بالف حاليا معي شوفوا معنا كمان شخصية رسما بهذا المكان وفي معلومة جدا مهمة كمان نسيت اخبركم عليها اني حاطت فوق كل شخصية يطلع اسمه لللاعب انا هاد اللعب شوفوا اسمه محمود هاد اللعب وهاد اللعب اسمه بات معانا مثلا فهذا الشي جدا خرافي وحاط نظام تشات كمان الان نوريكم عليه انا ما ادري صراحة هدول في المجتمع اوكي هدول هناك خلني اروح لعندهم هاي وصلنا حاليا وصل الديبي يا حبيبي هلا بالديب هلا ايش اسم هاد حاليا اسم مصطفى هاي مصطفى وصل معانا هنا يا جماعة زي ما شايفين هacie والله لعظم شي اسطوري يا جماعة هاي مصطفى وصل خلي IO صوف مع الشباب وخلينا نجيب الشخصية الاخيرة معانا هنا هاي الشخصية الاخيرة جات معانا أركضورجوركود تلك هاي وكlericitها اسمها وتشتسمها او لا انسيت اسمه اسم هي الشخصية اسمها معكوس حاليا معلينة طبعا اسما ما ممكانه ولكن علىكس مثلا لازم نصلح ما صلحت عthy مش ستي похiggles بيمارني ولكن هاي حالي معانا اربع لعبين داخلين بسكنات مختلفة اذا لاحظتوا كل لعب عند سكن مختلف عن الثاني تمام فشي جدا اسطوري صراحة انا اشوف طبعا هاي شوفون اذا مشيت شوي هنا الشادو يختفي تمام انا مساويه مقصوده عشان شوي اخفف من الضغط لما اشغل اكتر من كمبيوتر او اكتر من الشاشة بنفس الوقت مقصود عشان ما يسهلك كتير لاني حاطت ان اللايتينج يكون جنريت بالريل تان معنا هاي المؤمر حاليا هاي حاليا شباب دخلت بلاعبين فقط عشان اوريكم كمان برضو مرة الاسكنات ريجيون مختلفين يعني طبعا هاي شخصية جماعة خليتها كلها باللون الاخضر عساس يكون عسكري وشوفوا حتى حطيت نأشي على الوجه تبعه يبين نأشي حلو كتير ما ادري صراحة اكتبوا لرأيكم حتى الشنطة هاي لبستهم كلهم شناطي الفكرة اني اشيل منهم الشنطة وخليهم يلبسوهنها بعدين تمام فمعلنا هاي جاء حاليا بي سي تو مع ممكالو يا سلام يا سلام طبعا بالنسبة لنظام تشات عدلت شغلي بسيطة لسه في مشكلة جدا جدا صغيرة ولكن ان شاء الله بعدلها بالمرة الماضي ما كان يبيني اكتب عربي ابدا 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 هاي المرة خليت يكتب عربي لسه في مشكلة بسيطة طبعا اذا الان كتبت مرحبة المرة الماضي كان يطلع نص معكوس بكتب مرحبة الان بيكتب مرحبة ولكن الكلمات مو موصولة ببعضه طبعا زيما شايفين كيف حالك شايفون حال يكتب ولكن مو موصولة ببعضه لازم يشوف لي حل هاي المشكلة ولكن مفهومة جدا تعتبر يعني اي واحد يدخل يكتب مثلا مرحبة محمود كيف حالك يبينيك تقراءة ما واضحة توقع مرحبة محمود كيف حالك واضحة جدا بس تكون موصولة بيكون احسن يعني الشغلي مو لغز كمان يعني طبعا انا حاليا بالنسبة لتشات عملت شغلي بسيطة هنا وقلت اذا التشات ايمبوت اللي هو هذا اللي نكتب عليه كان بيحتوي على ابا تا ثاجة حاخة داو احرف الابجدية كلها فرح نسوي ريفيرس رح نعكس العربي اللي انه رح يكون عربي رح نعكس العربي من الاخر الاول رح نقرأه وبالحالة التانية رح نقرأ مثل ما هو التشات ايمبوت فلسه في مشكلة بسيطة بالتشات العربي اتمنى اني اعرف احلها ورحاول شوف الموضوع عنها اكتر اكتر لانه بالجوجل ما شاء الله ما في ولا اي معلومة عن التشات العربي باليونيتي يعني ما في اي معلومة ابدا فما ادري صلاحة بس معلنا رح حاول حلل المشكلة من نفسي هذا كان كل شي بالنسبة لهذا المقطع يا جماعة بالخير اتمنى انكم استمتعتوا معنا قام معاكم محمود من قناة ممكالو تدرونا اكتر بأبديت جديد عن الل وبس يعني مع السلامة